في أولى اجتماعات المجلس القيادي الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور أعضاء المجلس القيادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وقف الاجتماع الرئاسي أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في كافة المحافظات وخاصة في العاصمة عدن في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي واتخذ بشأنها عددا من القرارات العاجلة اجتماع اليوم ناقش كثير من مشاريع التنموية والخدمية للعاصمة المقطع عدن بحضور دولة رئيس الوزراء ناقشنا العديد من هذه القطاعات تم اتخاذ قرارات بالاشتراك مع الوزراء المعنيين واشراف دولة رئيس الوزراء عليها كانت هذه القطاعات هي القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات أيضا فيما يخص أيضا المصافي وكثير من القطاعات الهمة ما يبشر بخير بأول اجتماع تباشر به مجلس الرئاسة أن يناقش هموم وقضايا التنموية والخدمية للمواطنين كما ناقش الاجتماع ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان في أن العاصمة المؤقتة عدن ستكون محور اهتمامات المجلس واتخذت قرارات فيما يتعلق بلجان مصغرة من عدد من الوزراء تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والمشاريع المتوقفة اجتماع اليوم مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضاء المجلس كان بخصوص الأوضاع تحديدا في عدن ووضع الخدمات والوضع الاقتصادي في البدء بشكل كامل لكن التركيز اليوم كان على محافظة عدن بوجود محافظة عدن ووضع الخدمات في القطاعات الرئيسية وبالأخص موضوع الكهرباء وهو الجنب الملاح بشكل كبير جدا والخدمات الأخرى المتعلقة بالمياه الصرف خدمات الصحة التعليم أشياء كثيرة جدا ووضعت مصفوفة من المحددات واتخذت قرارات فيما يتعلق بلجان مصغرة من عدد من الوزراء مع محافظ عدن تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات فيما تعلق مشاريع بنية تحتية متوقفة أشياء جرى توقفة خلال المرحلة الماضية ومنذ أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب شرع مجلس القيادة الرئاسي على الفور في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات على أرض الواقع